اشتركوا في القناة الموضوع الثامن والاخير طيب زي ما تعودنا ان احنا قبل ما بيبدأ موضوعنا بناخد فكرة عامة الخطوط العريضة اللي بتناولها الموضوع ان شاء الله ونبدأ نتناولها فكرة فكرة تفصيليا ونختتم معكم بالتدريبات ان شاء الله طيب العقاد ككاتب لي اسمه وكاتب لي تاريخه هنقرف عن حياته النهاردة وطبعا هي صاحبة الدرس او صاحبة المقال هي الدكتورة نعمات احمد فؤاد تناولت العقاد من مختلف جوانب حياته يعني تناولت الحياة العامة او حياته الشخصية او بعض جوانب حياته الشخصية تناولت بعض جوانب حياته الادابية وقدرت تربط ما بينهم ربط جميل جدا هنتناوله مع بعض ان شاء الله حبيب النهاردة ويكون ليه اثر في استعاكله ان شاء الله طيب النقطة الاساسية اللي هنتناولها ان شاء الله في درسنا النقطة الأولى هيعرفني أين ومتى ولد العقاد وما صفات والديه أين ومتى ولد وما صفات والديه النقطة الثانية إن شاء الله هيعرفني أن العقاد كان بيعترف بفضل مدينة أسوان عليه وكان هو أكثر الناس اعترافا بفضل مدينته عليه لما تضموا من آثار ولما تضموا من مكتبات وكذلك تردد السائحين عليها كل هذه الأمور كان لها أكبر الأثر في ما وصل إليه العقاد من نبوغ وثقافة النقطة الثالثة حبايبي اللي هتناولها الدرس إن شاء الله هنتكلم بقى عن العقاد العقاد الإنسان أو الجانب الإنساني من حياة العقاد حياة مليئة بالكفاح وزي ما الكتاب بيقولي أو زي ما المقال بيقولي وعنا فكرة أنا ما بقول كلمة مقال ما أصدش مقال كنوع من الأشكال الأدابية اللي احنا خدناها لأنا أصد المقال اللي هو درس القراءة نفسه اللي عرد في شكل مقال فالمهم بيقولي إن هو واجه كل أنواع الكفاح سواء كفاح مدي كفاح أدبي كفاح سياسي زي ما هنعرض مع بعض إن شاء الله النقطة التالية للدرس إن العقاد ككاتب من الناس اللي كانت بتحب تتفرغ لمهنة الأدب أو إن هو نقدر نقول كده مش من السهل إن فيه وظيفة حكومية يرضى بيها ويرضى إن هي السيطرة على حياته فالشيء طبيعي إن الأشخاص اللي بالنوعية دي بيضيقوا بالوظائف الحكومية وفي قارب فرصة بيتخلصوا منها زي ما هنشوف مع بعض عشان يتفرغ لعشقه اللي كان بيميزه كإنسان وهو الكتابة والتأليف ثم بيعرض لي بعد كده أفضل فنون المعرفة عند العقاد وأخيرا بيختتم الدرس بخصائص أسلوب العقاد ذلك الأسلوب المنطقي الذي له مقدمات ونتاج أو زي ما بنقول على كده أسلوب علمي إلا إذا كان الموضوع الذي يتناوله أدبا خالصا دي حبيبي النقطة الرئيسية يا وزي ما احنا عارفين كل موضوع القراءة زي ما اتفقنا بنحصل في نهاية الموضوع على حاجتين وإن شاء الله يكون اكتسابهم لكم سهلي جدا إن شاء الله الحاجة الأولى مفردات جديدة بتزود للمعجم اللغوي اللي أنا بامتالكه بإذن الله وبزود صروة اللغوية النقطة التانية هي إن أنا بكتسب معلومة جديدة خصوصا لما تكون المعلومة عن شخص بوزن كاتبنا الكبير عباس العقاد طيب نبدأ كده حبيبي بنشوف النقطة الأولى مع بعض بداية بيقولي متى ولد العقاد وما أهم السمات التي تميز بها والده طبعا هي هنا مش والده هي المقصود بيها والده طيب زي ما بيقولي في الإجابة كده ونتناول مع بعض هذه النقطة تفصيليا ولد العقاد في 8 يونيو عام 1889 بمدينة أسوان طيب النقطة التانية اللي لازم نتكلم عنها بقى اللي هي سمات والده أو السمات التي تميز بها والده طيب بالنسبة للأم بالنسبة للأم تميزت بأن هي كانت دقوب دقوب بمعنى طبعا نشيطة بتؤدي عملها بإجتهاد ودأب لأنها كانت ولوع بالنظافة حريصة على النظافة يعني ده نقول كده باختصار كانت ربة بيت حريصة على نظافة بيتها تؤدي عملها بإجتهاد دي دي صفات الأم أما صفات والده وبالمناسبة حبيبي كان والده أمين المحفوظات في مدينة أسوان وظيفة يعني ده اسم وظيفة من الوظافة الحكومية قديما أمين المحفوظات في أسوان وكان برضو بيتسم به الجد والزكاء وكان يتسم بالرزانة والتعقل الشديد وكان معروف زي ما قلنا أن هو أمين المحفوظات في أسوان يبقى دول أو هنا بالنسبة لصفات الأم وصفات الأب وأكيد أكيد طبعا هو ليه الكاتبة هنا حبيبي بتعرض لي صفات والده مع أنه ممكن يكون البعض بيتساءل طب إيه علاقة صفات والده بدرس العقاد نفسه كلنا نعلم أن هذه الأمور أكيد بتنتقل ممكن أنه يعني الناس الحباءنا بتوع العلم يعرفين الكلام ده من خلال الجينات الوراثية بتنتقل أكيد من الأباء إلى الأبناء وعشان كده الكاتبة كانت حريصة أن هي تعرض لي سمات الأم وسمات الأب اللي بالضرورة انتقلت إلى كاتبنا عباس العقاد نشوف كده مع بعض كانت الأم بالغة الذكاء دقوب وشديدة التعلق بالنظافة أما والده تميز بالرزانة والوقار والذكاء والجد في أداء عمله دي النقطة الأولى اللي تناولناها مع بعض ننتقل بعد كده إلى فضل مدينة أسوان على العقاد فضل مدينة أسوان على العقاد ونشوف السؤال بتاع هذه الفكرة في أسوان يلتق الماضي بالحاضر اشرح ذلك وبين أثره في العقاد طيب نتناول بقى هذه النقطة البالغة الأهمية من الدرس بشيء من التفصيل زي ما الكاتبة دكتور نعمات بتعرض لي بتقول لي وفي أسوان نشأ العقاد أسوان مدينة من أجمل مدن مصر وكلنا كمصريين بنعرف طبيعة أسوان الخاصة مدينة لها طبيعة خاصة فهي مصيف ومشتة أو مصيف ومشتة فكمان بنضف لها أنه بتمتلئ بالكثير من الآثار يعني إذا تكلمنا عن الأقصر وأسوان فحد سوالة حرج عن كم الآثار اللي بتضمه المدينتين فبالتالي بتقول لي في أسوان يلتقي الماضي الصحيق أي البعيد الماضي البعيد بأحدى الصور الحضارة طيب الكلام ده جيم منين ما أسوان بطبيعتها مدينة أثرية فأكيد بتضم العديد من الآثار ودي طبعا ماضي صحيق أو ماضي بعيد في نفس الوقت بتمتلئ هذه المدينة بالسائحين والسائحين بيأتون أو بيأتي السائحون وتبدو عليهم أحدث ثور الحضارة أحدث ثور الحضارة إذن يبقى بيجمع لتنبع بعض حضارة حديثة متمثلة في السائحين وحضارة صحيقة متمثلة فيما تضم أسوان من آثار كثيرة طيب النقطة دي بقى إيه تأثرها على كاتبنا عباس العقاد واضح أن الأمر فيه تناقض لما يقول لي يلتقي الماضي الصحيق مع أحدث ثور الحضارة فيه تناقض يعني على سبيل المثال الكاتبة بتقول لي وفيه أسوان لا يبدو الشكل الخارجي فقط هو اللي بيدل على الماضي الصحيق لا ده ممكن البيوت كمان وكأن كل شيء ثابت في مكانه حتى داخل البيوت كأن كل شيء ثابت في مكانه ولم يتحرك إلا الزمن لم يتحرك إلا الزمن بمعنى يا حبابي برضو عشان النقطة دي بقى واضحة يعني أسوان بطبيعتها مدينة محافظة على طابعها الأثري القديم وزي ما بيقول لي وكأن كل شيء ثابت في مكانه ولا ما يتحرك إلا الزمن طيب نخرج بقى خارج بيوت الأسوانيين هنلاقي الليدي الإنجليزية هنلاقي الفتاة الباريسية ويقول لي اتنينها لأحدث ثور الموضة في نفس الوقت بنلاقي في نفس الشارع الأسواني المرأة الأسوانية المحجبة المحتشمة لدرجة أنه بيقول لي كده قد يعجز المرأة عن معرفة الأم قد تكون الأم هي هذه المرأة المحجبة ويعجز عن معرفتها فالتنين قصات بعض بيعملوا جوه من التناقض طيب التناقض ده اللي كانت عليه مدينة أسوان هل كان ليه أثر على نشقة العقاد طبعا طبعا إن هذا التناقض بيعلمه إنه يبقى عنده سعة في الأفق إنه يتقبل الشيء ونقيده بيرى المرأة الأسوانية المحجبة المحتشمة وبيرأى أنا أسف وبيرأى الفتاة الباريسية أو الليدي الإنجليزية على أحدث صور الحضارة أو أحدث صور الموضة فهذا التناقض ساعده على إنه هو يقدر يقبل الأشياء المتنفرة ويبقى عنده سعة أفق أفقه واسع ويقدر يتقبل هذا الأمر بشيء من رحابة النفس دون أي مشاكل طب نشوف كده في أسوان يلتق الماضي بالحاضر ويتمثل ذلك فيما يلي وجود الأثار المصرية القديمة والعادات والتقاليد الصعيدية كما فيها يلتقي السياح من كل مكان ونشاهد الفتاة الباريسية والليدي الإنجليزية والمرأة الأسوانية المحجبة شوف التناقض يعني هنا دي اللي ساعدته على قبول الشيء وعكسه وكان لذلك أثره في العقاد نشوف الأثر مع بعض واحد أعطاه زيادة في الأفق اتنين أعطاه قابلية الإحساس بساعة الحياة ثلاثة طبعه أو ندعون طبعه على الاستعداد للالتقاء والبعد عن التنافر يبقى في الحالة دي ممكن تكون المسألة كان لها أثر على حياة العقاد أو أن هي أساعدة العقاد على أنه يرى الشيء ونخيده في نفس الوقت طبعه نشوف بعد كده النقطة التالية كان لمدينة أسوان فضل كبير على العقاد وضح ذلك ونوضح مع بعض حبيبي ونتناول النقطة الثالثة من الدرس بشيء من التفصيل مدينة أسوان لأنها مدينة أثرية فقد بيقولي غصت بالمكتبات امتلأت بالمكتبات والمكتبات نفسها امتلأت بكتب الأعثار والكثير من الكتب الأدبية والقصص ولما يكون العقاد نفسه متطلعة للقراءة إنسان هو حياته القراءة عايش من أجل القراءة سوان كمدينة سياحية ممتلأة بالمكتبات ساعدته على إجباع هذه الرغبة لأنها مليئة بالمكتبات والمكتبات دي مليئة بالكتب اللي ممكن يعب منها أو يشرب منها ما شاء العقاد دي النقطة الأولى حبيبي المكتبات النقطة التانية ولأنها مدينة أثرية أيضا ولأنها مدينة سياحية فقد امتلأت بالسائحين طب وإيه علاقة السائحين بالعقاد اللغة طبعا أكيد كان له أثر كبير على العقاد وإتقانه وإيجادته للغة الإنجليزية وعلى فكرة العقاد كان بيجيد اللغة الإنجليزية إيجادة تمة ما كان بيسمع الأجانب وكان بيحاول أن هو يقلدهم فمع التقليد أصبحت اللغة متقنة متقنة عنده ديفوا لزارك حبيبي كان بعض الوجهاء من الأجانب أو صفوة الأجانب زي ما بنقول كانوا بيطلبوا من نظر المدرسة اللي كان فيها العقاد إنه يعقد ما يشبه الندوات مع طلاب المدرسة ومع المتقدمين ووجد العقاد نفسه بيجالس صفوة الأجانب ويمكن يكون الأمر كان ليه بعض التأثير عليه في الأقل يدرون كده يعني هاله الأمر في البداية لكنه اعتاد بعد ذلك على مجالسة صفوة الأجانب وأكيد أكيد تلقى أو اكتسب خبرات منهم إن ما كانش اللغة على أقل تقدير فهو طبعا اكتساب جيد بالنسبة لطفل في مثل سن العقاد طيب يبقى فضل مديرة أسوان عليه زي ما انتفعنا كده حبيبي وجود المكتبات أو كانت عامرة بالمكتبات لمنفعة الساحين فكان لها أثر على تردده على هذه المكتبات والاستفادة منها أيضا مجالسة لصفوة الأجانب وإتقانه وإجاداته للغة الإنجليزية كل ده طبعا نقدر نعتبره فضل والعقاد نفسه العقاد نفسه ما أنكرش هذا الفضل حبيبي يعني بالنص كده ورد فيه درسنا الجميل اللي احنا بنتراوله النهاردة جملة منسوبة إلى كاتبنا عباس العقاد بقول إيه هو نفسه بيعترف بفضل مديرة أسوان عليه إن بلدتي أسوان تلك البلدة التي تقع في أقصى الصعيد يأوي الناشئ إليها الناشئ اللي هو الطفل الصغير اللي كان في مثل سنه في هذا الوقت يأوي إليها إلى صومعة من صومع الفكر بمعنى يا حبيبي ورد عشان نفك الاشتباك ونبقى فاهمين المعنى كويس جدا يعني العقاد باختصار عايز يقول لنا هذه المدينة البعيدة المعزولة في أقصى الصعيد ومش معنى أن هي معزولة أن هي مدينة سيئة بالعكس قد تكون ميزة إن هي ساعدته على الإبداع ساعدته على الإنتاج الأدبي وجودها في أقصى الصعيد ساعده على أنه كأنه في صومعة في مجال للانفراد بنفسه أو أنه يقدر يبدع دون أي تدخلات من أي شخص وبالتالي كان لها أكبر الأثر على العقاد وهو نفسه اعترف بهذا الفضل زي ما اتفعلنا ونشوف مع بعض كده كانت أسوان عامرة بالمكتبات العامرة بكتب الآثار والتاريخ والقصص مما أتاح للعقاد فرصة القراءة والاطلاع أتقن الإنجليزية من خلال معايشته للسائحين جالس صفوة الأجانب رجالا ونساء من خلال اشتراكه في المجالس المتخصصة التي كان يدعى إليها من جانب بعض الأجانب ننتقل حبيبي للنقطة التالية من درسنا السؤال بيقول لي كان العقاد ذا نفس طلعة استدل على ذلك مبينا الموضوعات التي نظم فيها العقاد الشعر طيب نفهم النقطة دي يعني ايه كان العقاد ذا نفس طلعة أولا كلمة طلعة من الكلمات المهمة جدا حبيبي اللي وردت في الدرس وإحنا دايما بنقول هناك ثروة لغوية يجب تنميتها باستمرار وأنا أتصور إن درسنا الجميل اللي بده اختتم به القراءة النهاردة وإن شاء الله كده عبال بقى الفروع قريبا جدا حبيبي هذه الكلمة أتصور إن كتير من حبيبي قد يكون بيسمعها لأول مرة فشيء طبيعي إن الكلمة اللي بتسمع لأول مرة بيبقى فيها يعني التعامل بذكاء شوية عشان ما نسهاش بسهولة بحاول إن أنا أعمل تركيز شوية عزيزي الكلمة وخصوصا فيه كلمة أوتين كمان بنفس الصورة ممكن نكون بنسمعهم لأول مرة في الدرس فنخلي بالنا معهم نفس طلعة أي نفس طموح نفس العقاد كانت طلعة أي كانت نفس طموح يعني طموح يعني إنسان مقبل على القراءة إنسان لا يكتفي بمقرة لا ده عايز يعب ويشرب ويستزيد من القراءة وبالتالي هذه النفس الطموح طبعا استطاع العقاد أنه يجبعها من خلال المكتبات التي امتلأت بها مدينة أسوان وكان يتردد على هذه المكتبات وزي ما قلنا ما كانش بيقرأ لا ده كان يعب يعب أن يشرب ما واسعت له الطاقة على قد ما يقدر كان بيأخذ من هذه المكتبات وبالتالي لم يكن العقاد يكتفي بمقرة بل كان دائما مستزيدا وهو ده الإنسان الطموح حبيبي الإنسان الطموح اللي ما بيتوقفش نجاهه عند مرحلة واحدة بل دائما يكمل إلى ما شاء الله عز وجل طيب النقطة الثانية اللي هو بيقول لي مجالات الشعر اللي كان العقاد بينظم فيها في هذا الوقت وهو في أسوان يمكن العقاد كشاعر العقاد كشاعر وككاتب مميز مر بمراحل يعني أقدر أقول وهو في هذه المرحلة وفي أسوان كان يؤثر الشعر على الكتابة النثرية يعني حضرتك لو بحثت عن تاريخ المقالات أو المؤلفات النثرية العقاد لي حوالي تاريباً أولاد مئة كتاب وديوان وقصة رقم مش قليل مئة كتاب وبالتالي من هذه الكتب المئة لو بحثت كم كتاب أو كم موضوع نثري ألافه العقاد وهو في أسوان أتلاقي الكام أولاد جداً وهو في أسوان كان تقريباً إلى حد كبير تركيزه كان على الشعر أكتر خصوصاً في مجال الوصف والعاطفة في مجال الوصف والعاطفة ولكن مقالاته الكتابات النسرية في هذا الوقت كانت قليلة طيب نشوف النقطة دي مع بعض كان العقاد ذا نفس طلع بدليل إقباله على المكتبات وقراءته أمهات الكتب وتعلمه كثيراً من اللغات وقد نظم العقاد شعر الوصف والعاطفة طيب النقطة التالية عاش العقاد بسن قلمه ومن سن قلمه اشرح هذه العبارة نشرح مع بعض حبيبي ونكتسب نقطة جديدة من هذا الدرس الشيق الجميل بسن قلمه ومن سن قلمه حرفين جر الباء ومن لكن كل حرف منهم ليستخدام لما أقول أولاد أن العقاد عاش بسن قلمه يبقى كانت وسلته للمعيشة اللي بيكتسب منها اللي بيتكسب منها ما يستعين بي على حياته هي الكتابة يبقى كده كان بيعيش بسن قلمه طيب ومن سن قلمه ومن سن قلمه يبقى هو كان عايش من أجل هذه المهنة السامية مهنة الكتابة طيب يبقى معنى كده أن العقاد نقدر نقول أن التأليف كان هو حياته الكتابة والقراءة كانت هي حياته وأتصور كتير مننا حبيبي في مراحل سابقة في سواف ابتداء أو في إعدادي درسنا هذه الشخصية المتفردة شخصية كاتبنا الكبير عباس العقاد وفهمنا كل هذه الجوانب فعلا فعلا من الناس اللي كانت محبة جدا جدا للقراءة والاطلاع فعاش بسن قلم أولاد بمعنى أنه هو كان بيرى أن الكتابة هي الشيء الأهم اللي ممكن يعيش منه حياته وكان عايش كمان من أجلها ولذلك أعايز أقول لكم على حاجة وهنعرفها مع بعض بعد قليل العقاد مش من نوعية الناس اللي ممكن يقيد نفسه بوظيفة حكومية يعني أنا واحد من الناس بمضي الصبح وبمضي آخر النهار وقواعد العمل المنظمة اللي لازم كلنا نلتزم بيها بنتبعها وبنلتزم بيها حرفيا إنما العقاد أولاد ليه طبيعة خاصة وبالتالي ما كانش من السهل جدا أنه هو يتقيد بالوظائف الحكومية ولذلك فعلا المقولة صحيحة جدا عاش بسن قلمه وعاش من سن قلمه ونشوف مع بعض كده عاش العقاد بسن قلمه لأن الأدب الذي كان يكتبه كان سلاحه في الحياة وهو الأساس الذي عاش به ومن أجله عاش به ومن أجله وننتقل للنقطة التالية لم يكن العقاد راضيا كل الرضا عن عمله بالأوقاف طيب نمسك هذه النقطة بالتفصيل العقاد كان يضيق بالوظائف الحكومية وزي ما قلنا الكلام ده وشرحنا بالتفصيل طيب شخصية زي شخصية العقاد أولاد لما يجيله فرصة للعمل في وظيفة حكومية مش هيلاقي نفسه فيها درجة مبدعة مش عايز حاجة تقيده الطائر أجمل ما فيه أنه يعيش حياة الحرية عشان يقدر يتنقل من مكان إلى مكان لكن إذا كان مقيدا بشيء أكيد الشيء ده برضو إلى حد كبير ما بيكونش مستحب بالنسبة لشخصية زي شخصية العقاد فبنقول في الفترة من 1912 من 1912 إلى 1914 عمل العقاد في وظيفة حكومية في قلم اسمه قلم السكرتاريا في ديوان الأواف وأنا لما أقول ديوان الأواف أكيد كل حبيبي اللي قدامي دلوقتي فاهمينه نقصه ديه اللي هي بتسمى دلوقتي وزارة الأوقاف وفي قلم أمشان قسم بقى كان اسمه زمان كده قلم السكرتاريا طيب المهنة لو حسبناها كانت ملائمة للعقاد ليه؟ لأنها كانت مزيج من الوظيفة والصحافة خصوصا لما تعرفوا إن هذا القسم أو هذا القلم اللي هو قلم السكرتاريا كان بيضم العديد من الأدباء والشعراء عندنا المولحي حسين الجمل عبد العزيز البشري وغيرهم من الشخصيات الأدبية المعروفة اللي كانوا زملاء للعقاد في ديوان الأوقاف ورغم ذلك أنتم ملاحظين الفترة اللي قضاها ما كملتش من 1912 إلى 1914 يعني حاجة بسيطة جدا ليه هي دي طبيعة العقاد يا أولاد يضيق بالوظائف الحكومية يكره التقيد بأي شيء رابط التالي أول ما صاحبه حافظ عوض فتحه في أنه يستقيل من هذه الوظيفة الحكومية في ديوان الأوقاف ويشرف على صفحة الأدب بجريدة المؤيد طبعا لم يتردد العقاد ده ما سدى وأقدم استقالته لكن برضو كطبيعة متأصلة في العقاد رغم ذلك برضو ترك هذه الصحيفة الصحيفة اللي هي صحفة المؤيد واستقال ولما سئل قال أنه أمر يتعلق بسمى من سمات الكرامة أمر هو كان بيقدره أنه يتنافى مع كرامته وتقديره كان كده للموقف ده يعني هو استقال لسمى من سمات الكرامة في نظره أو في تقديره لكن زي ما الكتاب بيقول لي أو زي ما الدرس بيقول لي لا دي ما كانتش استقالة دي كانت عامل أو مفتاح النجاح اللي العقاد من خلاله بدأ ينطلق في عالم الإبداع كانت استقالة رابحة لأنه تفرغ بعدها للكتابة والتأليف وبالتالي بالفعل هي كانت استقالة رابحة ولو سولت هذا السؤال في الامتحان اللي أكيد كل حبيبي دلوقتي قاله إجابته قبل أن أقوله لأنه تفرغ بعدها للتأليف الذي كان جزء كبير من حياة العقاد متوقف عليه أو جزء كبير من حياته كان هو التأليف فنشوف كده مع بعض لم يكن العقاد راضيا عن عمله بالأوقاف رغم أن قلم السكرتاريا كان يضم مجموعة من الأدباء والشعراء أمثال الملحي وأحمد الأزهري صاحب مجلة الأزهر وعبد العزيز البشري ولم يكن راضيا لأنه كان شديد الضيق بأعباء الوظيفة ليس العقاد اللي يتقايد بوظيفة طبعا طيب هنعلل استقالة العقاد من صحيفة المؤيد ودي قلناها استقال العقاد من صحيفة المؤيد لسمى من سمات الكرامة في نظره وتقديره وقد كانت استقالة رابحة ليه بالظبط لأنه تفرغ بعدها للقراءة والتأليف طيب التعليل الثالث حياة العقاد سلسلة طويلة من الكفاح وهقف معاكم عند هذه النقطة لأنها تحتاج إلى شيء من الإضاحة العقاد أولاد عاش حياته مكافح الكفاح بكل ما تحمل الكلمة من معنى يعني أنا شخصيا من الشخصيات اللي بعشقها شخصية كاتبنا الكبير عباس العقاد فعلا فعلا إنسان بنى نفسه بنفسه إنسان قدر يزيل كل العقابات من طريقه ويوصل يوصل إلى ما أراد لنفسه وكتير من حبيب إن شاء الله إن شاء الله وبدأتنا في هذا العام في نهاية هذا العام هيصل إلى ما يريد بإذن الله طيب نمسك النقطة دي بقى لما يكون العقاد أولاد بيقضي نهاره على وجبة واحدة وقال لي وجبة كمان إيه يعني مش أي حاجة ده وجبة من خبز وجبن أو خبز وفول لما يقضي طول الليل يقرأ أو يكتب على ذبالة المصباق الذبالة طبعا نرد إحنا نسميها الفتيل ما عرفش بعض حبيب يسمي عن لمبة الجاز ولا لا إحنا كنا زمان قبل اختراع الكهرباء دي كانت وسيلة الطاقة أو وسيلة الإنارة اللي في معظم بيوتنا المصرية لمبة بشيء من الوقوت كان الوقت ده غالبا يعني بيبقى إيه جاز أو ما شابه وبيخرج منها فتيل فلما يقول لي ذبالة المصباح يقصد بيها الفتيل اللي كان بيشعل ويضيء المكان طيب ده معنى كده إيه دي حياة كلها كفاحة هو زي ما أنتوا شايفين طيب ده كفاح مادي ده كفاح مادي كفاح سياسي إزاي العقاد أولاد كان صاحب رأي وصاحب فكر ومحدش يقدر يفرد عليه إرادته فده أوقعه في صدام مع الملكية مرة أو الملك يعني مرة ومع الإنجليز مرة أخرى فإيه اللي حصل اضطهدته الملكية فخرج من أسواه اضطهده الإنجليز فسجن ومن المحنة تأتي المنحة سجن فعرف في السجن مرارة الجبن والجحود لكنه بعدها خرج شخصا معتد بنفسه وبرأيه وذو شخصية فريدة قوية لا يستطيع أحد التأثير عليها يعني استفاد من هذه المحنة وحولها إلى منح زمحن طيب يبقى هذا الكفاح اللي العقاد عاش به أو عاش من أجله سياسي أو مدي أيا كان لكن كانت حياة العقاد كلها سلسلة طويلة من الكفاح بكل ألوانه ادر العقاد أنه هو يزيح كل القوى المعرقلة من طريقه ويصل إلى المكان الذي يستحق في الناحية الأدبية حياة العقاد سلسلة طويلة من الكفاح هنقول التعليل بقى مع بعض حياة العقاد سلسلة طويلة من الكفاح بكل ألوانه الأدبي والسياسي والمادي فقد صارع الرجل الزمن والأحداث وكان يقضي الليل كله يقرأ على ضوء خافت زي ما قلنا وكان للاستعمار والملكية موقف أو موقف اضطهاد من العقاد اشرح ذلك وبين أثره على حياة العقاد وفكره طالعا قلنا الإجابة وجه العقاد الاستعمار والسلطات الموالية له وانا أحب استخدم نفس الكلمة اللي وردت في الدرس الممالئة السلطات الممالئة له أي الموالية أو التابعة له أدخلوه السجن وعرف مرارة الجبن والجحود فعاش وحيدا معتدا بنفسه وكان من أثر ذلك نعد مع بعض تفرغ للأدب والعلم عاش بين كتبه محبا لها انتظمت حياته على القراءة والكتابة ده يمكن زي ما الكتاب يقولي ولا التعبير جميل جدا جدا أنا شخصيا من المعجبين بهذا التعبير العقاد ليس له صاحب إلا كتاب أو خدين خلينا نستخدمها زي ما وردت في كتاب المدرسة كان الكتاب بالنسبة للعقاد هو الصاحب أو الخدين وطبعا كلمة خدين أو كلمة خدن اللي هي جمعها أخدان ورد هذا اللفظ حبيبي فيه الكرآن الكريم في قوله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ولا متخذات أخدان ولا متخذات أخدان وأخدان هنا بمعنى أصحاب والمفرد خدن وجات هنا برضو فيه كلمة خدين طيب يبقى معنى كده أن العقاد لم يرى صاحبا له إلا كتاب إما هو قارئه وإما هو مؤلفه أو كاتبه سواء في الحل ده أو في الحل ده هذا هو الصديق اللي كان العقاد بيراه الكتاب وبالتالي هذا الأمر خلى العقاد فعلا حياته كلها مبنية على أساس واحد الكتاب إما قارئه وإما كاتبه طيب ننتقل إلى النقطة التالية هنا قبل ما ننتقل للتدريبات حبيبي والتدريبات طبعا هنشوفها مع بعض دلاتي بالإجابات بتاعتها عايز أختتم الموضوع معاكم ببعض النقط الهمة التي وردت في الدرس طيب بعد ما تكلمنا عن الكفاح اللي العقاد مر به بكل ألوانه طبعا زي ما انتفقنا بينتقل أو بتنتقل الكاتبة نعمات أحمد فهد أو دكتورة نعمات أحمد فهد إلى نقطة تالية وهي العقاد كإنسان مثقف إنسان عصامي رب نفسه بنفسه كلمة عصامي برضا لدي هذه الكلمة المشهورة جدا لكتير مننا بيسمعها تنسب إلى شخص كان يعيش في البادية قديما اسمه عصام قيل أنه ممن بنوا مجدهم بنفسه وبالتالي أطلق على من يفعل ذلك كلمة عصامية نسبة إلى هذا الرجل المهم فالعقاد كان من أولئك العصاميين الذين ربوا أنفسهم بأنفسهم يعني هو اللي قرأ وهو اللي اطلع وهو اللي ألف وكان تقريبا وكان تقريبا العقاد راد مش من الناس اللي لها شيوخ كثيرين أو معالمين كثيرين لا هو رجل رب نفسه بنفسه أرى أمهات الكتب وكان بيتطلع على كثير من هذه الإبداعات طيب إيه بقى أفضل فنون المعرفة عند العقاد أو زي ما يقول كده آثر فنون المعرفة عند العقاد وآثر هنا أولاد جاية من الفعل يؤثر أو يفضل الأمور اللي كانت مفضلة عند العقاد طيب العقاد كان بيحب من الكتاب ابن المقفع وابن المقفع أنا ما بقولش اسم جديد عليكم مر بينا السنة اللي فاتت في نص اختيار الصديق عبد الله بن المقفع وبرضو من الكتاب اللي كانوا مفضلين مفضلين عند العقاد صاحب كتاب الأغاني وهو الكتاب قال كده صاحب الأغاني لكن احنا عارفين اسمه أيوة أبو الفرج الأصفهاني فدول أفضل شخصيتين كان العقاد آآ بيبصرهم ككتاب يستحقون التقدير أو يستحقان التقدير تحديدنا عشان نكون من كلم صح طيب أما الشعراء فيفضل ابن الرومي من الشعراء يفضل ابن الرومي طيب ده الكتاب والشعراء فنون المعرفة عند العقاد لو هنرتبها بقى نبدأ بإيه أو العقاد نفسه لو كان آآ نفترض أنه أسئل هذا السؤال ما أفضل فنون المعرفة لديك ما أفضل فنون المعرفة عندك هيرتبها لنا بالتالي هيقول رقم واحد الشعر أفضل فنون المعرفة عند العقاد الشعر سواء طبعا كان عربيا أو أجنبيا لا مش الشعره بس وما يتعلق به من الدراسة والتحليل اتنين البحث فيما وراء الطبيعة ودي من الأمور اللي بتستوي كثير من الناس حبيبي اللي هو أعتقد بتسمى ما كنتش مخطئ يعني بتسمى الميتافيزيقة اللي هو البحث فيما وراء الطبيعة دي كانت من الأمور برضو المفضلة عند العقاد رقم ثلاثة العلوم يبقى أفضل فنون المعرفة عند العقاد لو هنرتبهم تاني كده مع بعض الشعر ثم البحث فيما وراء الطبيعة والعلوم طيب بالنسبة للغات العقاد كان يجيد اللغة الإنجليزية إيجادة تامة طبعا طبعا ده من صغره وكنا بنتكلم من أول الحلقة على الأسوان والفضل اللي كان لهذه المدينة على كاتبنا الكبير العقاد فطبعا من اللغات اللي بيجيدها العقاد إيجادة تامة الإنجليزية شوف اسمها بقى العبارة دي اللي هو قالها علشان تعرف قدي إيه هو كان بيجيد اللغة الإنجليزية بيقول لنا العقاد إذا كتبت الجملة اعتقدت للوهلة الأولى أنها ستخرج على الورق إنجليزية ثم أراها قد خرجت بلغة عربية يعني هو بيتخيل من طول تشربه اللغة الإنجليزية واتقانه لها بيتخيل نفسه وبيكتب باللغة العربية أن الجملة هتخرج بلغة إنجليزية ده دليل على اتقانه لهذه اللغة أما بيقول لنا بقى كده الإيطالية والإسبانية فإنه يفهمهما بس إيه بقى بقدر ما هو مشترك بينهما وبين الإنجليزية بمعنى أن هناك كلمات مشتركة كأصل لاتيني واحد طبعا هناك كلمات مشتركة ما بين الإنجليزية والإيطالية والإسبانية فهذه الكلمات المشتركة بيقدر يفهم من خلالها الإيطالية والإسبانية أما الفرنسية فبيقولي فهو يعرفها لماما ودي من درد من الكلمات اللي لازم نركز عليها في هذا الدرس الجميل لماما أي قليلا طيب دي بالنسبة للغات العقاد بأولاد أسلوب العقاد ودي النقطة اللي بنختتم بيها الدرس بتاعنا أسلوب العقاد العقاد له أسلوب منطقي وكلنا لما نقول أسلوب منطقي نبقى عارفين حبيبي بقى القسم الأدبي برضو جيه دوره المنطق مقدمات أيوة نتائج هو العقاد كان كده أولاد قبل ما يبدأ يكتب اللي هو عايز يكتبه فكر مرتب فكر منطقي يبدأ بمقدمات ينتهي إلى نتائج ده بيسموه الفكر المنطقي وبالتالي أقدر أقول لكم أنه هو كان أميل إلى الأسلوب العلم خيالوا احنا كلنا عارفين حبيبي أن الأسلوب اللي بتكتب به أو الكتابات النثرية كلنا عارفين أنه هو إما أسلوب علمي خالص أو أدبي خالص أو علم متقدم فالعقاد كان بيميل إلى الأسلوب العلمي إلا إذا أيوة وخلي بالك من إلا إذا دي إلا إذا إيه إلا إذا كان الموضوع أدبا خالصا ما هو مش ممكن هيكون بيتكلم عن مقال أدبي في موضوع ما ويكون الأسلوب علمي خالص ده طبعا شيء ما اتفقش حتى مع العقل يبقى كان الأسلوب علمي ما لم يكن الموضوع أدبا خالصا على الرغم من هذا الأسلوب العلمي اللي كان بيتابه العقاد ال� кстати وعلى فكرة بالمناسبة برضو حتة مهمة تانية هو كان بيستهوي المعنى على اللفظ سمعنا في درس أسلوب وأسلوب قضية اللفظ والمعنى وأيهما أحق بالتخدير أكثر اللفظ أم المعنى عقاد بقى نقدر نقول أنه كان بيستهويه المعنى على اللفظ لكن في نقطة مهمة جدا أولاد العقاد كان بيفضل حاجة اسمها الإيقاع ونهايات الجمل أو نهايات الفواصل الفواصل اللي بين الجمل خصوصا السجع تعرفيني السجع طبعا هو اتفاق الفواصل في الحرف الأخير فالمسألة دي كان بتستهوي العقاد جدا وكان بيحبها جدا وكان بيقول خصوصا هو كان بيفضلها في موضوعات التهاكم كمان ليه بقى؟ كان بيقول أن هذه الموسيقى أشبه باللحنة هي اللي كانها كلمات قد وكبها لحن من الألحان فأعطاها شكل جميل فكان السجع بالنسبة للعقاد هو اللحن اللي بيزيد المعنى وضوحا وينبه الزهن ده بالنسبة ليه أسلوب العقاد طيب العقاد مما نشتغلوا بالصحافة والصحافة كان لها تأثير أو نقول بقى جنت على كثير من الكتاب إزاي اضطرتهم من هما يغيروا أسلوبهم العقاد العقاد ذو شخصية قوية ذو شخصية فريدة من نوعها فيستحيل أو يصعب جدا أن شخصية أخرى تضغى عليها أو تؤثر عليها بمعنى الصحافة بتستلزم أن يكون الأسلوب اللي بيكتب به أسلوب معين يواكب الصحافة لا العقاد ما قدرتش الصحافة تخليه غير أسلوبه ولذلك النقطة بقى بتقول إيه لم تجني الصحافة على العقاد كما جنت على باقي الأدباء ليه لم تجني عليه لم تظلمه يعني كما ظلمت باقي الأدباء ليه لأن العقاد ظل له نفس الطابع طابع التمحيص والتدقيق والاستقصاء وبالتالي ده دليل على قوة شخصيته هذه الشخصية القوية التي لا يمكن أن تضغى عليها أي شخصية أخرى ونهاية حبيبي كاتبنا الكبير عباس العقاد زي ما قلنا تاريخ مولده بنقول تاريخ وفاته كان سنة 1964 بعد أن ترك لنا حوالي أو ما يقارب المئة مؤلف سواء كان قصص أو مؤلفات نثرية عديدة وكذلك شعراً يعني له عدة دواوين كاتبنا وشعرنا الرائع عباس العقاد وننتقل إلى التدريبات اللي هنشوفها مع بعض حالاً بالفيديو ونشوف إجابتها يقول العقاد كانت البلدة التي نشأت فيها بلدتي أسوان بأخص الصعيد يكاد الناشئ في مثل سني أن يأوي بها أو أن يأوي بها إلى صومعة من صوامع الفكر يقلب فيها وجوه النظر في كل ما يسمع أو يبصر من الشؤون العامة بغير تضليل أو تهويل فلا تصل إلينا فلا تصل إلينا حتى تنكشف على جلاء تخير الإجابة الصحيحة من بين الأقواس ونشوف مع بعض كده الإجابات زي ما اتفقنا من خلال الفيديو نقيد أقصى والنقيد طبعاً حبيبي بيقصد به العكس نقيد أقصى طبعاً هو كلمة أدنى كلمة أدنى به تضليل المرادف أو مرادف كلمة تضليل هل هو خفاء ولا غواية ولا انحراف طبعاً الكلمة الأقرب هنا هتكون كلمة انحراف بغير تضليل أي بغير انحراف كما لو كان أحد بيضل الطريق أو بينحرف بعيداً عن الطريق الصحيح مصدر تنكشف أكيد طبعاً الفعل انكشفاء وهذا الفعل الخماسي من الأفعال المبدوئة بألف وصل فأكيد هيكون مصدره أيضاً مبدوء بألف وصل فهيبقى المصدر انكشفاء انكشاف تشير العبارة السابقة إلى فضل مدينة أسوانة على العقاد وضح ذلك زي ما قلنا كانت مدينة سياحية امتلأت بي المكتبات لمنفعة السائحين كان يتردد على مجالس الإنجليز أو السائحين بصفة عامة وخصوصاً من كانوا يتقنون اللغة الإنجليزية فده ساعدوا على إتقان اللغة الإنجليزية إتقاناً تاماً ما الموضوعات التي نظم فيها العقاد الشاعر زي ما قلنا أولاد كانت موضوعات الوصف والعاطفة ولم يعرف عن العقاد أنه قد ألف في مجال المقال وهو في هذه الفترة إلا اليسير أو القليل عاش العقاد بسن قلمه طبعاً ومن سن قلمه زي ما قلنا لأنه كان يعيش حياته من أجل كتبه يعيش حياته من أجل التأليف هي الغاية التي يعيش من أجلها هي الغاية التي يعيش بها وبالتالي عاش بقلمه وعاش من أجل قلمه ننتقل إلى القطع التالية وهنشاهد برضو إيجابتها بالفيديو مع بعض إن شاء الله وجود الآثار المصرية القديمة والعادات والتقاليد الصعادية كما فيها يلتقي السياح من كل مكان نشاهد الفتاة الباريسية والليدي الإنجليزية والمرأة الأسوانية المحجبة وكان لذلك أثره في العقاد مرادف يلتقي طبعاً حبيبي ممكن أن يكون يتواصل ومضاد الآثار لا أنا أتصور أن الكلمة الصحيحة هي مفرد الآثار مفرد الآثار وبالضرورة تكون كلمة أثر بين أثر أسوان وما كان يشاهده العقاد في نفسه وكتاباته طبعاً لسا يليه من شواء صغيرين فضل مدينة أسوان عليه وهو نفسه اعترف بهذا الفضل زي ما قلنا كانت بلداته أسوان في أقصى الصعيد يأوي إليها الناشئ في مثل سني إلى صومعة من صوامع الفكر يعني أعزي لنا باختصار مدينة الجميلة المحبوبة أسوان المعزولة في أقصى الصعيد أستطيع أن أصنع منها صومعة من صوامع الفكر وأتفرغ للكتابة والتأليف كان العقاد زي نفسه طلع زي ما قلنا طموح استدلة على ذلك طبعاً استدلة على ذلك بأن العقاد كان زي نفس طلع طموح زي ما اتفقنا يهطع إلى المعرفة يهطع بمعنى حبيبي برضو نتعملت أقولها بنفس اللفظ اللي وردت فيه كتاب المدرسة يهطع بمعنى يسرع يهطع بمعنى يسرع إلى مظنها أي أنه عندما يعلم أن هناك معرفة في هذا المكان كان يسرع إليه مبيناً الموضوعات التي نظم فيها العقاد الشعر طبعاً سبق إيجابة هذا السؤال عاش العقاد بسن قلمه ومن سن قلمه اشرح هذه العبارة طبعاً سؤال سابق وتم الإجابة عليه لم يكن العقاد راضياً عن عمله بالأوقاف رغم أن قلم السكرتاريا كان يضم مجموعة كبيرة من الأدباء والشعراء أمثال المولحي وأحمد الأزهاري صاحب مجالة الأزهر وعبد العزيز البشري عزيز المرادف راضياً طبعاً يرضى بمعنى يقبل وبالتالي راضياً ممكن تكون متقبلاً ومضاد يضم قد تكون الكلمة الأرجح والأدق هي كلمة يفرق علل لم يكن العقاد راضياً كل الرضا عن عمله بالأوقاف على الرغم من أن هذه الوظيفة كانت مزيج من الصحافة والوظيفة إلا أن العقاد لم يكن راضياً عنها زي ما قلنا لأنه كان يضيق بالوظائف الحكومية لا يريد لشيء أن يقيده أعلل استقالة العقاد من صحيفة المؤيد زي ما هو قال لسمى من سمات الكرامة لسمى من سمات الكرامة في تقديره ونظره حياة العقاد سلسلة طويلة من الكفاح هنعد مع بعض كفاح مدي كفاح أدبي كفاح سياسي كان يقضي النهار على وجبة واحدة كان يقضي الليلة على ذبالة المصباح اضطهدته الملكية اضطهده الاستعمار سجن عرف مرارة الجبد والجحود ورغم ذلك حول المحنة إلى منحة فاستفاد من كل هذا وكان له أثر جعله ذو شخصية متفردة ذو شخصية قوية معتداً بنفسه معتداً برأيه متفرغاً للتأليف والكتابة السؤال الأخير الذي نختلف في الحلقة حبيبي وكان الاستعمار والملكية موقف اضطهاد من العقاد اشرح ذلك طبعاً سبق الحديث عن هذا الأمر الملكية أخرجته من بلدته أسوان والاستعمار قام بسجنه بين أثره على حياة العقاد وفكره سبق أن وضحنا أثر ذلك على حياة العقاد وفكره حبيبي العزاء الحمد لله رب العالمين انتهينا من أول فرع من فروع مدتنا الجميلة اللغة العربية لهذا العام وقبال بقى الفروع قريباً جداً إن شاء الله مع موقعنا الجميل كايرو دار هيكون كل ده إن شاء الله منتهي وبعدها بننتقل إلى التدريبات اللي هتكون لها أكبر الأثر إن شاء الله في زيادة مستوى حبيبي اللي أنا واثق نقف فعلاً مستوى زايد مش محتاج يزيد يعني لكن إن شاء الله تنتهي السنة بكل خير لك وحبيبي إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة إن شاء الله وهنترككم مع فاصل قصير ترتاحوا فيه شوية مننا وبعد كده نرجع مرة تانية إن شاء الله مع قصة الأيام والدكتور طاها حسين فحتى هذا الحين أترككم في رعاية الله وأمني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة